من الأداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم أن يوقر شيخه ويحترمه طبعاً إحنا هنا برضو بنتكلم على أن طالب العلم هو طالب طبيعي بيتلقى العلم على أيدي الشيوخ على أيدي العلماء على أيدي طالبة العلم ممن سبقوه على هذا الطريق فهو يعني معجون بالأدب هو بيتلقى الأدب مع العلم بل يتلقى الأدب قبل العلم ويعني يشاهد في سمت الشيخ وفي سمت طالب العلم ما يؤثر في قلبي قبل المعلومات والمعارف التي يعني يتعلمها من شيخه وبالتالي فيوجه باستمرار عادي ممكن الإنسان يقع فيه أخطاء ولكن يعني فإيدة الإنسان يتعلم على أيدي الشيوخ وطالبة العلم أنه يقوم يعني كل ما يصدر منه يعني خطأ أو شيء يخالف الأدب يوجه فيتعلم ومثلا إنسان يوجه في طريقة الجلسة يعود إزاي أدب الحديث والاستماع ما يعليش صوته على من أمامه خاصة لو شيخه ما يكسرش بالكلام بين هدي ما يقاطعوش هو بيكلم ما يخاطبوش بصيغة الصيغة الجفة يقول له أنت أو اسمه المجرد دون أن يعني يحلي كلامه بنوع من الرونق المؤدب وطريقة الكلام المهذبة والطلب الرقيق الكلام دا كله قد يقع فيه طالب العلم وهو ما زال يعني يتعلم فيوجه إلى كيف يسأل كيف يستمع كيف يقاطع إذا أراد أن يقاطع كيف يناقش كيف يعترض كل الكلام دا أدب يتحمله يتحمل أن الإنسان أن طالب العلم يعني يقدر فضل أستاذه وفضل العلم الذي يعلمه له فبالتالي في المقابل يعني يستر ما قد يظهر منه من عيوب لأنه في النهاية العالم دا ولا الشيخ دا ما هواش نبي ما هواش إنسان معصوم من الخطأ هو بشر يجري عليه ما يجري من البشر ولكن يجري عليه ما يجري على البشر ولكن طالب العلم المؤدب إذا وجد شيئا من أستاذه يستر هذا العيب وهو يعرف أنه لن يجد إنسانا كاملا مهما كان مهما كان من فضل الأستاذي هذا إلا أنه يعني يستر ما قد يعني يظهر منه من عيوب أو يظهر منه ما كذا من الأذاب التي يتعلم طالب العلم أنه يتحمل ما قد يصدر من شيخي من الشدة أو العنفة أو الغرضة خاصة إذا كانت على سبيل التأديب يعني ممكن الشيخ يغلظ الطالب أو يعنفه بقصد تأديبي وبقصد تعليمي وبقصد توجيهي فيكون عنده حسن تقبل لذلك ما يكونش عنده تكبر على شيخي وباش عنده نوع من أنواع التطاول عليه كل هذه الأمور من الأداب كل بقى هذه الأداب إذا عكستها صارت هذه آفات يعني تندرك تحت يعني لافتة التطاول وسوء الأدب وعدم التوقير وده دايما بييجي من الإنسان الذي كما ذكرنا يحصل نتفا من العلم لم يتعاحد نفسه لم يتعاحد قلبه لم ينتظم في دراسة مستمرة يعني متدرجة تبني بداخله الأدب ويعني حسن التربية وطاف على المشايخ أو لم يطف وإنما طاف على الكتب والتقط معلومة من هنا أو معلومة من هناك وصار بذلك أو أظن في نفسي أنه يعني يسامي هؤلاء العلماء من الأداب السيئة جدا والمشهورة عند بعض الطلبة ممن لم يتعلمون الأدب إنه هو يمتحن الشيخ يعني قرأ مسألة وعرف تفاصيلها وجمع أقوالها فيروح يعني يسأل الشيخ بقصد الإحراج بقصد الإفحام بقصد التعجيز وكفى بذلك يعني سوءا وفحشا الإنسان عندما يسأل في أداب للسؤال يسأل إذا كان محتاجا إلى السؤال يسأل في المسألة التي يترطب عليها عمل المسألة المتقعرة والتي يعني البعيدة والغريبة والتي تضرب على سبيل التدريب والتعليم لكن ليست لها تطبيق فواقع الناس الإنسان يحجم عن السؤال عليها إذا لم يجد استعدادا من الشيخ أنه يعني عنده استحضار المسألة عليه أن يكف سريعا وإلا يكون ذلك من باب التنطع والنقص وسوء الأدب لأنه في الإنسان عايز يعني يشبع في أمام نفسه أنه هو تفوق على شيخي وأنه أحرجه وأنه يعني عرف تفاصيل مسألة وهو أعمالي ذكرة طول الليل ويجمعها عشان بس يحرج الشيخ أمام تلامذته أو أمام الناس وعلى هذا فقس آفات كثيرة هي في مقابل هذا الأدب الإنسان إذا التزم بنمط دراسي على يد طلبة العلم وعلى يد المشايخ يتعلم الأدب ويبنى هذا الأدب في نفسه شيئا فشيئا حتى يعني يهذب نفسه من هذه الآفات الآفات